بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير عليكم معكم أمير عادل واليوم هنخزن مع بعض المشمش بطريقة تحفة جدا حاجة كده خرافة هيقعد معاك من السنة للسنة بنفس اللوم بنفس الطعم أكنك لسه شريح أي فرش وبطريقة التخزين بتاعتنا دي هقدر تعملي بالمشمش أي وصفة أنت عايزها سواء المربة أو العصير أو المهلبية كل الوصفات الحلوة دي هتتعمليها بكل سهولة بطريقة التخزين بتاعتنا دي وقبل ما قولك هزدنا المشمش النهاردة إزاي لو أنت أول مرة تشوفيني ادخل القناة وكايم المحتوى لو عجبك أعمال اشتراك فعل الجرس على الكل عشان نوصل الكل جديد يلا بنا نبدأ ونشوف المقادير وطريقة التحضير طبعا كذا ما شفتوا أنا جبت المشمش هاتي الكمية اللي أنت عايزها أو على حسب المكان المتاح لها في التلاجة في الفريزر عشان إحنا هنخزنها في الفريزر هتجيب كمية المشمش أنت عايزها أول حاجة بنغسل المشمش كويس جدا وضروري لو في مشمشاية مفتوحة أو فيها كده خرم دي على طول فورا قرميها لأن دايما بتكون فيها حشرة أو فيها دودة فيها أي حاجة يعني لأن لو فيها دودة أنت مش تقدر تشوف فيها لأن أحيانا بتبقى دودة بتاعت المشمش بتبقى صغيرة جدا وبتبقى لونها كده أبيض فممكن ما تبنش معاك مع المشمش فمن الأفضل اللي أنت أي واحدة تكون طرية أو فيها فتحة يعني قرميها فورا ده أفضل شيء بالنسبة لك أنا هنا مليت الطبق بالمية بعدما حطيت المشمش هنا أنا غسلت أكتر من مرة لأن انتوا عارفين طبعا الحاجات دي بتوقع ملينا أتربة وجو الحر دود بيخلي الحاجات يعني طلقت من بعضها وكده هوت فبخسلها أكتر من مرة لغاية ما يخليها نضيفة خالص وزي ما قلت لك أي واحدة مش سليمة برميها كده خلاص ذكات المرة يجي التالتة كده لأن أنا بخسل فيها المشمش بالشكل دود كده خلاص أنا غسلت المشمش أكتر من مرة زي ما قلت لك هنجيب بقى المشمشين مفتحها بالجنب بالسكينة أهو بالشكل دود وزي ما قلت لك ضروري جدا أي واحدة أنت شك فيها ارميها فورا أهو كده خلاص هفتح الكمية كلها بتاعة المشمش بالشكل دود اوكي بكده خلاص أنا نضفت المشمش كله وشلت من له النوع بالشكل دود هجيب بقى هنا حوالي كده كيلو من السكر هحطه عليه وياريت تسبيه كده شوية كده ساعتين ولا حاجة علشان السكر يقلل من حجم المشمش ويدوب وينزل ميته زي ما بنامي كده في الفراولة أنا حطيت السكر بالشكل دود وهغطيه واسيبه كده شوية بعد كده بقى هنطلعه على على النار وهقولك هنعمل في ايه بس قبل كده حابة عرفك لو انت حابة تعملي مشمشية اللي هي بنأكلها بتبقى موجودة من الفواكه المجفافة في رمضان يعني ما بتفتحيش المشمش لأ بنجيب حاجة زي كده هوت اهي دي بتاعة العسل الاستيك بتاعة العسل بدخلها كده هوت وخرج النوى من ناحية التانية لكن ما بنفتحش المشمش زي ما احنا فتحناه كده هوت آآ في التخزين اهو بالشكل دود بتشيلي النوى لو انت هت هتعمليه يعني مشمشية وبتعملي السيرب بياخد غلوة كده في السيرب دود وبعد كده بتحط طبعا في السيرب ده حوالي كده معلقة من الزيت بعد كده بتطلع المشمش بتحطيه على على قماشة وبتحطيه كده في الهوة طبعا بتغطيه علشان ما يجلوش اي اتربة ولا اي حية دي كانت طريقة المشمشية والمربة برضو سهلة جدا هقول هالك بعد من ايه آآ نسوق المشمش انا دلوقتي حطيته على النار بالشكل دود هتلاقي طلع ريم حاول تتخلص من الريم دود وتطلعين من على وش المشمش اهو بالشكل دود كده هوت بطلع الريم اهو بجمعه كده هوت واروح ايه شايلها ايه رمية لان الحاجات دي بتقلل من فترة عمر الحاجة خارج التلاجة يعني لو انت عملتيه وحطتيه خارج التلاجة سواء عملتيه مربة وهو عليه الريم كده بيقلل من فترة عمر الحاجة بره للتلاجة بعد كده جبت بقى عصير اللمون وحطيت على المشمش بالشكل دود بكده المشمش بتاعنا استوى انا ما بخلهوش يغلي لدرجة انه هو حجمه يقلي جامد ويتقل لا انا بخليه كده خفيف شوية زي ما انت شايفها كده هوت علشان اقدر اعمله زي ما انا عايزة سواء ان انا هعمله عصير او هعمله مهلبية او هعمله مربة اي حاجة من الاصناف دي بقدر اخدها وهي كده هوت سيلة بالشكل دود واضربها في الخلاط وعمله بقى زي ما انا عايزة لو هتعمله مربة كيلو اللامشمش عليه نص كيلو من السكر وعصرة اللمونة وطبعا باضربهم في الخلاط الاول لو عايزة بورية يعني تبقى مربة بورية بتضربيه في الخلاط بيبقى جميل جدا يبقى تحفة وطبعا بلغاية ما يقيت لقي المربة تقلت شوية معك كده خلاص دي كانت مربة تعالوا بقى شوف احنا هنخزنه ازاي انا هنا بقى بعبيه كده في اكياس بالشكل ده انا خزنته بطريقتين او عبيته في حاجتين اول حاجة عبيته في الاكياس بالشكل ده بجيب مج كده كبير او كباية كبيرة علشان يسهل علي التخزين يعني وانا بحطه كده في الكباية اهوت بالشكل دوت وبعد كده بقى في البقى الكيس وبنجمع كل الاكياس كلها مرة واحدة ونحطها في الفرزة وهو اقولك على الطريقة التانية اللي انت يقدري برضو تحتفظ بيها ودريل جدا تخرج الهوى منه اهو كده هوت بنخرج الهوى ونبروم كده هوت علشان برضو هو فيه نسبة من الماء علشان الماء ديت او العصير بتاعنا ندوت بيقعامل كده زي العسل كده ما يخرجش منه وإحنا شنوه في التلاج او في الفريزر ويبهدل الفريزر فببرومه كده برما كويسة جدا علشان ما يسربش من الايه من الكيس ودوت مرة تانية بوريكي برضو احنا بنعبي الموجز زي ماشي تعالي بقى نشوف انا حطيته في ايه تاني اهل العلب دي برضو تقدر تحتفظ بيه برضو في العلب دي بيبقى سهل جدا وقتا ما تيجيكي تستعمليه بالشكل دو بكل سهولة بتحطيه في التلاجة بتبقى التلاجة بتاعتك منظمة ما بتلاقاهش كده هو متدربكة ومتنحكشة من الاكياس العلب دي بتنظم التلاجة جدا سواء تحط فيها اي حاجة تحتفظ بيها فواكه تحطيها في العلب دي تبقى سهلة جدا وبتخلي المنظر حيلا او داخل التلاجة خلاص انا عملت الكمية كلها زي ما انتم شايفينها كده هو تشايفين ان مش مش بتاعنا جميل جدا حاجة كده خرافة حقيقي اه ما خدش معنا وقت وعبنا بكل سهولة بس هي بس المشكلة ما يكون انت جابة كمية كبيرة هي دي الوقت اللي بدي يستهلكيه في تنظيف الحاجة فانت هاتي على قدك علشان تبقى الحاجة معاك اه ما تخسرش يعني لو انت ركنتها تجيب على قد استعمالك وعلى قد كدرتك على التنظيف الحاجة شايفين اللونه جميله ازاي هتفضلي محتفظة بنفس اللون دوت لمدة سنة حقيقي انا على طول بستخدم الطريقة ديت في حفظ المشمش لكن لو انت شلتي اه زي ما هو كيادوبك شلت النوى منه وحطتي في اكياس وحطفي التلاجة فالتلاجة طبعا بتتعرض للفتح كل شوية فهتلاقيه سود منك انا جربت الطريقة دي ان انا شلته زي ما هو اه لقيته حقيقيه سود من لان احنا طبعا بنفتح التلاجة كل شوية او بنفتح الفرزر كل شوية هنا بقى بصي لما بتحطي الحاجة في العلب دي بتدي منظر جميل جدا للتلاجة زي ما انت شايفة كده وبكده كل خلصت وصفتنا النهار ده لتخزين المشمش لو الوصفة عجباتك وحبت فيه ده حبايبك واصحابك وقرايبك اعملي لايك واعملي شير للوصفة ولو انت مش مشتركة واول مرة تشوفيني اعملي اشتراك وفعل الجرس عالكل عشان نوصل الكل جديد بتمنى الوصفة تعجبكم وتنفزوها وتقولي رأيكم في التعليقات وقالكوكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته